السلام عليكم اصدقائي في فيديو جديد على قناتكم جيمز بارك وكمال عادة في هذه الفيديوهات نتعرف على خطة جديدة لكل مرة يعني مرة يكون هنا خطة مناسبة للفرق او خطة مناسبة تكون لدى بعض المنتخبات ولكن في هذا الفيديو اليوم سوف نتعرف على خطة خاصة بمنتخب ومنتخب كذلك غير معروف يعني هناك العديد من المنتخبات والفرق الغير معروفة التي تمتلك خطة رائعة لكن الكثير من الاشخاص لا يعرفون لذلك اليوم سوف نشرح خطة رائعة لمنتخب لا يعرف الكثير من الاشخاص وهي خطة هجومية كثيرا يعني اذا كنت تريد خطة هجومية فهذه الخطة لك اما بالنسبة للخطة الدفاعية في يعني هذه الخطة فهي ليصد دفاعية مئة بالمائة اكترا مما هي هجومية يعني سوف اتفيديوك في احداث الاونلايون او يعني في اه اذا كنت تريد الصعود في عن هذي الخطة هي لك لانه يكون فيها مهاجمة كثيرة وسوف تتعلك كثيرا على تسجيل الاهداف وهذا لا يعني انها ليست خطة دفاعية لانه سوف يكون هناك مدافعين تحتاج فقط الى تحريك اللاعبين بشكل جيد لمساندة الدفاع. المهم يا اصدقاء قبل بداية الفيديو لا تنسوا لايك وتشترك في القناة تفعيل زر الجرس وكذلك ترك تعلاق مع حفزان او ترك تعلاق في التساؤل اني حتى اجيب الجميع ان شاء الله والكل يستفيد والان نبدأ هذا الفيديو. اولي الاصدقاء وكالعادة نقوم بالذهب الى اكسترا ثم ونختار الفارق يعني او المنتخب الذي سوف نحضر منه يعني الخطة الخاصة بفيديو اليوم نذهب الى هنا نقوم بالبحث يعني العديد من المنتخبات الموجودة هنا يعني هذا هو المنتخب الخاص بنا منتخب كازاخستان يعني منتخب لا يعرف الكثير ولا يلعب يعني بهذه الخطة الكثير من الناس ونقوم بتجربة الخطة اليوم امامكم الاصدقاء نقوم بالضغط على المدرب وها هي الخطة كما تساعد عدد رهيب من اللاعبين يعني في وسط الميدان نقوم بادخال اللاعبين الذين صوفا نعتمد عليهم ان شاء الله في هذه الخطة الاصدقاء كما تروا انا لدي العديد من اللاعبين مثلا نقوم بادخال هالاند هنا في مكان رأس الحربة نقوم باحضار مثلا مبابي وقوم بوضعي في هذا المكان ويمكنني تغير مثلا يعني الى سام اف او يمكنني ايضا احضار مثلا لاعب من خارج يعني التشكيل مثلا برناردوس اضعه ومكان هنا كمكان سام اف او كذلك هؤلاء يعني كانسيلو وكيميتش اه كانسيلو وعفو انو احتاجهم لانهم لا يلعبون في ذلك المكان مثلا سوف اضع هذا اللاعب هنا وصوف احضر مثلا كيميتش واضعه هنا اضعه مثلا في مكان الدي ام اف والان ها هي الخطة جاهزة يا اصدقاء كما ترون العب مثلا هكذا كما تروا عدد كبير من المهاجمين رغم انه ثلاثة مدافعين فقط وهذا هو المدافع الذي شرحنا في الفيديو السابق سوف نعتمد عليه في هذه الخطة ان شاء الله ويا اصدقاء هذه هي الخطة كما ترون عدد كبير من المهاجمين يعني افضل من خطة اربعة اثنان اربعين هذه الخطة لديك عدد كبير من اللاعبين في خط الوسط وكذلك هؤلاء اللاعبين في خط الوسط يسيندون الهجوم يعني عدد كبير من المهاجمين حوالي ستة مهاجمين اممكنكم هو اللاعب مثلا باتنان دي ام اف يعني مثلا هذا اللاعب بجانب كيميش الذي انا وضعته كالاميف ممكن كالعشي مادة على لاعب دي ام اف مثلا قد نعجم مثلا على كيسي في مكان ذلك اللاعب مثلا نبحث عن كيسي هنا ونضعه مثلا في مكان هذا اللاعب ونضعه كدي ام اف حتى يكون لدينا عدد اكبر من اللاعبين في الدفاع وكذلك مبابي وبرناندو سوفي يعود هان الى الخلف ليساندوا الدفاع في الحالة الدفاعية وسوف يصعدون لمساندة الهجوم في الحالة المهاجمة في الحالة الهجومية وكذلك كيميشوا كيسي ساعدان الدفاع يعني سبعة لعبين في الدفاع وس يعني حوالي سبعة او خمس او سكر لاعبين في الهجوم يعني شيء جيد الكل يدافع تقريبا والكل يهاجم فقط تحتاج الى لاعبين سريعين مثلا انا وضعت مضافتي في مكان الامف حتى يعود بسرعة لمساندة الهجوم ومساندة الدفاع مثلا عند قطر الكرة في الدفاع يقوم بصعود بسرعة لمساندة هالهجوم حتى يعني هؤلاء للاعبين الامف مثلا لفاندوسكي وميسي سوف يعودون للدفاع يبقى وحده اه هالاند في الهجوم يعني في الهجمات المرتدة واما الطائر اللعب يعني هذه الخطة مناسبة لجميع ستايلات اللاعب يعني سواء يعني اي ستايل الذي يمكنك الاعتماد على هذه الخطة فهي خطة مناسبة لجميع ستايلات اللاعب حتى سوف تفيدك هذه الخطة يعني خطة رائعة في الهجوم وكذلك الدفاع فقط يجب عليك حسن استعمال اللاعبين والرعيم الى الدفاع وسوف اريك كيف تقوم بارجاع اللاعبين الى الدفاع في الجزء الثاني من هذا الفيديو يا اصدقاء والان سوف ننتقل لرؤية هذه الخطة على ارض الملعب ان شاء الله حتى تعلمون كيف تقومون بتوزيع اللاعبين داخل ارضية الملعب ولا يحدث معكم مشاكل دفاعية وتتلقون العديد من الاهداف اما الجانب الهجومي فهو شيء رائع يا صديق وصوف نارد كل ذلك على ارضية الملعب والان لننتقل الى ارضية الملعب والنبدأ بالشرح. وكالعادة ومع ضربة البداية اصدقاء انظروا الى عدد المهاجبين يعني مع ضربة البداية الكل يضغط حتى الان اربعة او ثلاث مهاجمين يكونون يعني في الحالة الهجومية وانظروا مثلا الى اه الهجمات المرتدة يقوم اللاعبين بالصعود بسرعة لمساندة يعني الجميع يساند الهجوم انظروا الى عدد المهاجمين خمس مهاجمين دفعة واحدة والكل يقوم بالهجوم ويمكن لعب كرة خلف دار المدافعين وهذه هي افضل طريقة للتسجيل في فوتبول تلاتة وعشرون هي لعب الكرة خلف دار المدافعين يعني المدافعين الخاص بالخصم ويقول لديك رأس حربة سريع لذلك اصدقاء يمكن تسجيل العديد من الاهداف بهذه الخطة بالنسبة للدفاع فكما رأيتم يعني دفاع جيد يعني حتى اذا كان لديك يعني ثلاثة مدافعين فقط لكن هذا يعني ان الدفاع سيء مثلا عندما يقوم الخاص بالهجم مرتدة انظر الى اين يعود يعني يقوم باللاعب كاميف لكن يعود مباشرة ليساند الدفاع ويقوم ببناء الهاجمات وعند عندما يقوم بقطع الكرة وبناء الهجم يقوم بالجري بالسرعة ومساندة الهجوم مرة اخرى يعني انظر الى هو الذي يقطع كل الكراس كذلك يقوم بقطع العديد من الكرات برناردو سلفا كذلك وكل اللاعبين يعني جميع اللاعبين سيندون بعضهم البعض. يعني الجميع يصعد والجميع يقوم بالرجوع للدفاع. كذلك المدافعون يقومون بالمساعدة الهجومية ويقومون بناء الهجمات السريعة. مثلا انظروا الى المدافع الذي قمنا بشرائه في الفيديو السابق هو الذي قام بالمساعدة في بناء هذه الهجمة. وعندما يقوم الخصم بقطع الكرة انظروا الى السرعة التي يعود بها المدافعين. انظروا الى عدد المدافعين يعني اكتر من خمس او ست مدافعين يعني كلهم في الخلف يعني رغم ان هذه الخطة هي ليست الدفاعية اكتر مما هي هجوم يعني الثلاثة مدافعين فقط في هذه الخطة لكن رغم ذلك هناك كم هائل من المدافعين انظروا الى الهجمة المرتدة تحتاج الى مهاجم رأس حرب قوي وسريع مثل هالند هالند مهاجم متالي قوي وسريع كذلك تحتاج الى تدريبه على السرعة مثلا هو قوي بدنيا وكذلك عندما تقوم بتدريبه على السرعة يعني سوف يكون مهاجم خرافي وهذه الاشياء شرحناه في الفيديو السابق الذي يمكنكم مشاهدته يعني ها هو ظهر امامكم فوق يمكنكم مشاهدة يعني اللاعب الذي نشرحناه في الفيديو السابق وشراء لوكاكو او المدافع الذي نلعب به حتى الان يعني مدافع رائع يا اصدقاء كنظر الى مبابي يقوم بالمساندة الدفاعية والمدافع الذي قمنا بشرائه في الحلقة السابقة يقوم بالمساندة الدفاعية بشكل جيد انظروا الى ليفندوسكي. ليفندوسكي قبل قليل كان يقوم بقطع الكرات فقط. لكن الان هو كذا ان يسجل. يعني كما قلت لكم الكل يدافع والكل يهاجم لذلك هذه خطة رائعة يا اصدقاء. وكما تشاهدون يا اصدقاء هذه هي احصائيات الصوت. الاول يعني كان هناك تسديدات على المرة ما كنا نستطيع تسجيل اربعة اهداف لكن الاستحوات كان للفريق الخاص من اننا نكون الان نركز على التسديد وليسا الاستحوات ونقوم بتغيير من الحالة الدفاع الى الحالة الهجومية لنرى التغيير الذي يصبح يحصل في المباراة والمساندة الهجومية الخاصة بهما والان ننطلق مع بداية الصوت التاني يا اصدقاء ونقوم ببناء هجمة مرتدة من الخلف يعني هجمة سريعة تكون من الخلف يعني من الدفاع حتى نرى القوة التي يساند بها الدفاع الهجوم يعني يقومون ببناء هجمات من الخلف لكن مثلا عندما يقوم خصم بقطع الكورة انظروا الى جميع كيف يعود يعني يعود 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 يعني تصبح كأنك تلعب بستة او سبع مدافعين ليس فقط ولئك التلات مدافعين يعني عندما يقوم الخصم بقطع الكورة لا تقوم باخراج المدافعين مباشرة للخصم لان هذا سوف يشكل مشكلة كبيرة في الدفاع الخاص بك لانك تلعب بتلات مدافعين فقط وتقوم باخراج مدافع يعني تلعب مدافعين. وهذا مستحيل. وسوف يسجل عليك العديد من الاهدف. تحتاج فقط الى ارجاع اللاعبين في وسط الميدان. او 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 تقوم بارجاعهم الى الخلف. لمساندة الدفاع. وليس يعني تقوم باخراج المدافعين. وهذا كان خطأ لانني فقط لم اه استطع يعني اه الضغط عندما كنت اريد الضغط على الشاشة. لم تشتغل بعد ذلك قاموا بقطع الكرة من الدفاع. وهذه هجمة سريعة عند ضربة البداية. يعني اه ذلك الهدف كان خطأ فقط اصدقاء. لانه لم اقوم بالضغط على التمرير لذلك قاموا باخت الكرة والتسجيل. لكن كما تشاهد يعني كان مع المدافعين يعني المواجم الخاص بالخصف كان معه مدافعين لكن لم يستطيعوا الوصول اليه. وكذلك هذه هجمة اخرى مثلا. لكن الحارس كان معنا جيد في هذه اللحظة. المهمة اصدقائي هذه الخطة هي مناسبة للهجوم اكتر منها الدفاع صراحة. لكن اذا كنت يعني تستطيع رجع اللاعب اللي الى الخلف وتحكم فيهم سوف تكون خطة جيدة معك ان شاء الله. المهمة اصدقائي كان هذا هو يعني نهاية المباراة وهذه هي الاحصائيات. يعني تسع تزديدات على المرمى كنا نستطيع تسجيل اكثر من ثلاثة اهداف صراحة خمس او ست اهداف كنا نستطيع تسجيلها بسهولة. وهذه يعني هذا هو التنقيط الخاص باللاعبين كما ترى يعني كالعادة المهاجمين هم الاقل اهما الاكثر يعني التنقيط والمدافعين هم الاقل سن. قاعد الان اولم يكون هناك خطة